خليني أبدأ ببدايتك مع قطاع النشئين كرئيس لقطاع النشئين في النادي الأهلي فجأة انتقادات كثيرة وشمعنا بيبو وشمعنا خالد وانتقادات طبيعي نعم اه يعني أنا بس مش عايز أدخل لكن انتقادات بشكل عام في خالد بيبو دلوقتي الأمور يعني احكي لنا إيه اللي حصل برضو قبل بس ما خش في الأمور الجيدة بس أنا دايما أنا خدتها دايما مش انتقاد لخالد بيبو وانتقاد للمنصف يعني اه يعني هو أي واحد كان هو في المكان ده كان هيعب نفس الهجوب مهما كان بقى من أي جيل يعني 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 عشانه ببس ايه واضحين فأنا خدتها من الجانب ده ما خدتاش من الجانب ان الناس شخصي الشخصي عشان عشان اشتغل يعني بالزبط اه ومش قلت ان انا يعني مش انا مش وانا بشتغل ما كنتش بفكر في الناس بتقولي انا كنت بفكر انا هعملي وهشتغل ازاي والتكلفات اللي موجودة علي وانا انا عايزة حقائي عشان بس نبقى واضحين الملف بتاع قطاع النشئين ده هكونا شغلين عليه بقى اربع سنين يعني مش 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 وليد لحظة مش انا يعني جيت مرة واحدة خدت القرار ان انا هعمل واحد واثنين لا الموضوع ده اشتغلنا عليه بشكل جير جدا يعني كابتن محسن والكابتن زاكريا كنا بقى انا بجد بالزبط سنتين شغلين على الموضوع ده بشكل قو جدا فتحنا كل الملفات بتاع 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 قطاع النشئين وايه المشاكل اللي بتقابل القطاع وكل تفصيلة صغيرة وكبيرة وكان طبعا بيداقك لما بتسمع من الناس يقولك ايه هو قطاع النشئ مفوش لعيبة حاجات دي كانت بتبقى موضوع كان مهم جدا وموضوع كان للدرجة دي يعني انتوا كنتوا بتفكروا في الموضوع طبعا احنا كنا يعني مش عايزة قولك احنا كنا اجتماعات مستمرة مستمرة بالستة والسبع ساعات ورقة ورقة ويعني لاعب لاعب وكل حاجة اه اه يعني الكابت المحسن والكابت زكري تعبوا جدا في الملف ده والكابت الخطيبش عايزة قولك يعني يعني الملف ده كان من اهم من الملفات جوه 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 قطاع الكورة يعني كان الجزء بتاع القطاع النشئين ازاي يبقى انا استفيد من كل قطاع النشئين فده اشتغلنا عليه بشكل كبير جدا وكانت فكرة الضم دي على فكرة كاتت فتح مبروك يعني كان عامل فيها شغل كبير جدا وهو انت بتتكلم بجده يا بيبو وهو انت بتتكلم عن كابتن فتح مبروك كويس كده يعني وعادي اللي هو كان رئيس قطاع النشئين قبلك اصلنا الحاجات دي ما بنشوفهاش غرف يعني عشان بس الناس ما تحسب يعني ما بنشوفش الحاجات دايما نقول لك اصلول لقابلي عمل حاجات غلط كتير وعمل مش عارف ايه لا كابتن فتحي طبعا عمل عمل شغل كبير جدا في القطاع واشتغل على الملفات طبعا لو احنا نتكلم خلبنا عيش نعسف بنعرض ايه اللي بيحصل او ايه اللي حصل يعني بعد كده هتشرح لنا برضو ايه اللي بيحصل في هذا بس فا كابتن فتحي كان شغال على الملف بتاع الضم وابتدأ يجهز فيه من اخر فترة هو موجود فيه يعني اخر الست شهور كان موجود كان فتحي وبالفعل كان عامل تقيمات لكل اللعيبة وكان يعني كنا شغالين بشكل كويس جدا ان هو رايحين للسكة دي لان احنا اكتشفنا ان احنا عندنا مجموعة من اللعيبة بتوعد اربع خمس سنين بتلعب مطشط كلها ضعيفة بتلعب فرق كلها مش هيطلع منهم حاجة وبيوصل لغاية من يوصل واحد عشر و اتنون عشر سنة ملعبش مطشط مهمة وانت مش قادر تقيمه لان هو مش مش يعني مش تركش وزحمة وفي زحمة في القطاع اعداد لعبة كتير جدا وفي الاخر انت الناتج كان قليل برضو اه طمعا يعني عدد كان اكبر من اللي موجود حاليا اللي حترك هتكلم عنه ولكن كان كمان الناتج قليل قوي فيش حد قريبا او اقل يعني عدد يعني كان الكلام كله كان واضح ان القطاع ما بيطلعش حاجة للفريق اول يعني وما كانش بيطلع بالكمية دي اماء يعني ما كانش فيه الاطمئنن اللي موجود دلوقتي يعني انت دلوقتي لو بتكلم اي جمهور النادي هو مبسوط مطمئن وارتاح شوية ان فيه لعبة شاف شاف منتج طالع من قطاع الناشئين يستاهل انه هو ابو سعلي تاني يستاهل ان انت تفضل تشتغل معا وتستاهل ان انت يعني بقى شايف شايف زياد وشايف مغربي وشايف وشايف اشرف وشايف كل المجموع لا ده انا بقولك دولة يعني اول ناتج فيه حاجات تانية كتير اوه في القطاع فيه لسه بس احنا اشتغلنا على ان احنا يبقى عندك الكواليتي يبقى مختلف وياخد شغله مختلفة اه فاول خطأ بعد ما يعني بعد ما كنا اخذنا القرار ده ان هيحصل الدمج ده على فكرة الدمج ده حصل ازا اقولك التأريب من الكابت الفتحي قرار من لجنة التخطيط قرار من المشفى مع الكرة طبعا الاول وبعدين قرار من لجنة التخطيط واي حد كان ينفذ انا او غيري اه يعني خالد جي نفذ اه هو انا انك كنت اقرب لانك كنت عضو في لجنة التخطيط وشايفين شايف الموضوع من الاول وبالتالي لما جيت كرئيس لقطاع الناشئين بدأت تبقى شايف الموضوع من من قبل انت من قبلها بسنة ونص اعتقد فانت ازا اقولك كده انه ده يعني ده ده سياسة النادي ان احنا هنروح للسكة دي واللي هيجي هينفذ فانا كان يعني انا كنت نصيب ان انا موجود وانا ننفذ الموضوع ده طبعا الموضوع ده بيبقى صعب لانت عندك اتخادات كثيرة كمية لعيبة كثير وكمية لعيبة موجودة في النادي بقى اربع خمس سنين فجأة كنت بلعف في الاهلي وفجأة بقيتش الععف في الاهلي فطبعا فانت دخلت في الدمج فلما فكرنا بقى في القصة دي اول حاجة قلنا لازم يبقى فيه القطاع لازم يبقى شغال على محورين زي زي الفريق الاول خلاص احنا اللجنة قرر ان انت بكل الناس مشهر نفس السست معنا الفريق الاول فيه كبسيد عب حفيظ وفيه المدير الفني فقطعنا شنين يبقى فيه خالد بيبو وفيه مدير الفني وواحد مسؤول على فكرة انا لما دخل من مستحيد ان حد يقدر يشتغل المشغلان الواحد لازم تبقى فيه حد فني وفيه حد يداري لان كمية الشغل كتير فقطعناش كتير انت مهما تشغل بالست سبع ثمان ساعات في اليوم لا مفيش ما تقدرش انت فيه فيه تفاصيل كتير اوه في الشغل طبعا مش وقتين مش وقتين فاشتغلنا على الشقة دان يبقى فيه خبير اجنبي حد يبقى من مدرسة محترمة وعلى فكرة هو اخذ اعلى الشاهدات متخصص في قطاع النشئين وكان يعني محاضر في التحدي ويعني حد يجي اختارنا حد وعلى فكرة الاختيار ده برضو كان سبيهات موجودة واحنا اختارنا احسن مدرسة بالنسبان وعدت نقشنا معاه كتير قبل ما يقع للاختيار وجبنا خلاص ونفزنا وكان القرار التاني ان انت لازم يعني عشان يبقى الامور تبقى واضحة بس احنا مش بتمشي المدربين اللي كان موجودة لا انت اخترت عيون تانية عشان تبقى يعني محدش عارف حد انت بتختار حسب بعينيك اللي انت بتشوفه بيبقاش ان المدرب مثلا بقى له 4-5 سنين فلعبها معاه فيبقى وضغطين عليه فهو كان اللي اختار انت كمان حتى طقم المدربي يبقى فيه تغيير كامل اللي يختار النشئين عشان تقدر تعمل الفلترة دي فالفلترة دي كانت عبارة على اللجنة برضو اتعملت من كل المدربين مش واحد يعني اللي هو ايه ويلا مفيش الكلام لا اتعملت بص عشان بص اريحك اي واحد قعد يقولك الناس دي كويس اي واحد ميشي اقولك الناس دي كويس واحنا قابلين النقد والكلام ده كله والدنيا يعني مش انت كنت من الاخر اي واحد حيقعد حيتكلم كده واي واحد ميشي ايه فطبيعي اي واحد اتظلمت ومتشفتش يعني فهم اصلي بص الكلام ده كله احنا ما كناش يعني لو انت اعادت ترد على كل واحد الموضوع واضح واضح التلفزيون بقى مش مش كلام خالد لو انت اعادت ترد على كل واحد مش هتشتغل يعني المهم مش عملنا لجنة واخترنا وكل مدير فني بقى مسؤول عن فريطة جبنا ساعتها مايكل وكان هو رئيس اللجنة جبنا كابتن ياسر ردوان جبنا كابتن محمد شرف جبنا كابتن سيد غريب جبنا كابتن شيف عبد الفضيل فكلهم اسماء كانوا مدربين محترمين جدا وكابتن طبعا عمري يعني فاشتغلنا على ازا ما قال الكابتن غيرنا القطع كله كمدربين وعملنا الفلتر دي وخلص كل واحد بقى تستلم في الاتوب مشتغل فاحنا احنا ابتدين بقى ايه الشق الاولاني اللي هو كان الدوشة كله ده خلص ابتدين بقى ندور على الشق التالي اللي نقص في القطع فكانت تعليمات واضحة من الكاتب محمد الخطيب ان الاجهزة كلاته بكاملة بمعنى ان لازم يبقى فيه دكتور عظم في كل فرقة دي دي تعليمات بقى فطبعا كل فرقة فما ينفعش يتم مخالفته اجهزة كاملة اجهزة كاملة عشان كل فرقة معها دكتور عظم متخصص استشاري يعني مش وحد جاي لا يعني مفيش دكتور مع فرقة او دكتور مع فرقتي يعني دكتور متخصص 2005 مثلا معهم دكتور بتاحه جهاز كامل مدرب مساعد وطبيب وعملنا بقى تكلفة كبيرة تكلفة كبيرة طبعا لا القطاع بيصرف يعني الموضوع مش سهل لا القطاع بتاعنا بيصرف